موسيقى نضمي لي واحد من اهم المدربين الصاعدين في السنوات الاخيرة ومن اهم نجوم النادي الاهلي ومن اهم نجوم منتخب مصرب بشكل عام ومن المشاركين في برونزية العالم للناشئين بقيادة شوي غريب اكبر انجاز حقناه في 2001 النجم الكبير الكابتن رضا شحاتة كابتن رضا برحب بيك منورنا وانشرفنا حبيب اسلام ربنا يخليك الحمد لله تمام بيس ربنا يخليك كابتن رضا يعني سؤالي مباشرة انت واحد من الجيل اللي خاد برونزية العالم 2001 وطبعا انت لك انجاز تاني بالنسبة الاهلوية اول هدف بسم الله الرحمن الرحيم بتقول الاول في ماتش ستة واحد عدم ترشيحك للمنتخبات في الفترة اللي فاتت ده بيخلي بالنسبة لك بيبقى فيه احباط بالنسبة لك ولا ده بيخليك انت عندك اصرار اكبر انت لازم تثبت نفسك في الدور الممتاز علشان تكون متواجد في منتخب من المنتخبات لا هو ما فوش احباط ولا حاجة انت بتشتغل انا تعودت او تعلمت انا اشتغل والحاجات الترشحات والحاجات اللي بتحصل دي هي بتيجي اوتوماتيك بس لازم ابقى مركز في شغلي بس لان انا عشان ابقى مركز ان انا مترشح ليه او مش مترشح ليه او اسمي ليه مش موجود وهدخل في التفاصيل دي بالنسبة لتفاصيل جانبية هتاخد من تركيزي في شغلي وانا ما رحبش كده صراحة يعني دايما انا بشتغل بس والحمد لله التجروتين اللي خدتهم سواء في الجونة او الدخلية تجروتين نكحين بالنسبة لي جدا ان انت كوانت فرقة باقال لسعر والجونة بيعنا لعيبة ومشينا فيها بشكل كويس فالتجروتين بالنسبة لي نكحين جدا انت كمسؤول شايفني ناجح او مش ناجح برحتك دي حاجة وجهة نظرك وتحترمه ولكن ان انا بازعل او ناخد موقف ان ازاي النساء لا خالص موضوع بالنسبة لي طيب هل يشترط ان المدير فني للمنتخب لأي منتخب اه ابتكلم عن المصريين يبقى لعيب دولي ولا مش شرط ممكن يبقى لعيب دولي الممتاز بس ما كانش بيننام او ما لعبش دولية الافضل الافضل يبقى لعيب دولي الافضلية ليه يعني ولكن مش معناها ان ده اللي يتعمل أنا ممكن تلاقي حد تاني مش لعيب دولي وداخل التدريب يبقى شاطر أنا بشوف أن التدريب زي الكورة زي اللعبة أنت عندك موهبة لو محطتاش في إطارها الطبيعي وأخلصت في شغلك وتعبت فيها أوي هتروح منك يا إما الموهبة توديك في حتة حلوة أوي فهي هي الشغل والتدريب إحنا مشكلتنا معظم الناس اللي بتشتغل شغلت مها بحاجة كتير أوي أنا عشان كده بقولك أنا أحب دايما أشتغل اللي هي إيه؟ تفاصيل كتير أنا مخدونيش هنا ليه؟ الأمور ماشي أزاي؟ مش عارف ما بيخدونيش هنا؟ لازم أنا أروح في الحتة دي؟ لا هي مش كده خالص اشتغل واسيب كل حاجة تمشي زون هاي بس لما تشتغل ركز بس في الحتة تحتك قوي وزيادة طب بيتقال على الجيل بتاعكو أن جيل مستكبر على التدريب خالص بمعنى أنه بيرفض أنه هو يتولى عندها في القسم الثاني أنه هو يتمرمط شوية يجي يقولك أنا أتعب نفسي ليه في عندها ما عندهاش إمكانيات فاندها فيها مشاكل كتير فبالتالي هتخم من نجوميتي هتخم من رصيدي فده اللي بيخل أن أنتوا يعني بالبلدي أو بالكرة ما تمرمطوش تدريبياً فالتحاد الكرة بيباد عن الحتة لا لا مين آي اللي احنا نتمرمطنوش؟ مين آي اللي كلام؟ أنا اشتغلت في أجادمية مدرّب في أجادمية في نادي الله اشتغلت في قطاع الناشئين في الجونة اشتغلت في براعم في ودي دجلة ثلاث سنين ست سبع سنين في القطاعات أنا أكلم مدير فني في القسم التاني أنا أقولك دي البداية أنت بقى اللي بعد كده جالك بعد إيه جالك فرصة أن تشتغل مدرّب عام بعد كده في نادي الجونة والفرصة سعدتك والأمور مشت لما في الناس يشتغل في أبو المجدب مصطفى يشتغل في الدرجة التانية وبعد كده بقى معي في الجهاز في محمد شوقي يشتغل في ودي دجلة في قطاعات الناشئين وبعد كده دخل منتخب قلوم بي شباب يعني لا في ناس كده قوي رياض نشتغل في سن صغير برضو مع ناس صغيرة ولكن ممكن تبقى الفرص ما جتلكش في درجة تانية من فترة من الفترة كمسك أكاديبيت دجلة محمد عبدالواحد نفس الكلام أبو مسلم في كيمة أسوان يعني أنتو غير جيل بتاع الفين وستة اللي هو بتوافق ومعندكوش منع أن انتو تمسكوا عندها في القسم التاني يعني جيل لألفين وستة مثلا بشوات يعني ما بيمسكوش ما تلاقيش ولا واحد فيهم مسك فرق في الدرجة التانية يعني بعكس مثلا حسن شحاتها كان بيمسك يعني كان بيمسك فرق في صعب الشرقية صعب المقولين أنا أكلمك على أن أنتو دايما مستنيين الفرصة يا إما أهلي أو زمالك أو نادي في الدولة الممتاز لا الجيل بتاعنا لأ سمعني بس أهونا معاك أهو وماشي يا إما منتخم المنتخبات طيب الجيل بتاعنا معظم الناس اللي شغالة كلها اشتغل في خطاعات الناشئين كلها اللي هو الجيل بتاع شوي غريب أه تقريبا كلنا اشتغلنا في خطاعات الناشئين وبعد كده أبو جريشة محمد عبدالواحد أبو مسلم أبو المجد مصطفى وأنا الجيل كله كان شغال في خطاعات الناشئين قولني مين يبقى مدير فني دلوقتي غير رضاش حاتي في الجيل ده كله بقى قولك حاجة استيق مين يبقى مدير فني ده بسنق صبح اللي لسه بيلعب لغاية يا رب يلعب كمان نفس يلعب كمان بصص انت مين يبقى مدير فني لا يعني مين ما نقولك ما فيش غير أخبطك اللي بقى مدير فني في الدولة الممتاز عشان أنا خدت فرصة تمام ما أنا قتحت فرصة بالنسبالي وبعد ما قتحت الفرصة تقدر بقى تثبت ان انت مدير فني يعني تبقى مدير فني تقود ولا ما تقدرش يعني تقالي ان انت ماذا لما تجونة هبطت رضاش حتى قال لك لا ما مسكش أنا واحدة وجهة دماي في القسم التاني والكلام ده كله فلا ما روحش أنا مين قالت يعني اتقلم لا ما حاش كلمني خالص خالص حاش كلمني فضو لا ما كانش عندك مانا لا ما كانش عند مانا طبعا في حاجات كده لازم يبقى لها احسا هيفضل الجونة ده او هيفضل نادي الجونة برئيس النادي مستر رحمد عمر لهم حتى غير اي حد اي حد تاني عشان يدوغل فرصة بالزبط كده فلو انا كنت اطلبت في الموقف ده كنت هوافق مكنش عندي مشكلة خالص انا ما عنديش العقد دي في الكورة انا عندي انا عايز اشتغل اشتغل بس انا حب ان الظروف تبقى حوالي انا عارف اشتغل بس اول محد يحط حاجة في السكة بقى برفض ايه الحاجة اللي في السكة ايا كان بقى حد عايز يتكلم في الكورة حد عايز يدخل في تشكيل حد عايز يدخل لعيب الكلام ده مرفوض تاني هو ده السبب اللي خلاك تمشي من الداخلية يعني يعني في بعض الحاجات انه بدأ يبقى فيه ومش ده السبب الاساسي السبب ان كان في لعبة عايزة تمشي وكانت الإدارة موافقة وانا رفضت كم لعبة ده كتير الاربع خمس لعبة كان مفروض جي لهم عروض وكان هنمشي واحد اه ده في يناير في يناير وانا فريتي اصلا انشاف الفرقة مش مستحميل لانفرقة عايزة نجيب تلاتة اربعة عشان نوقف على قوام فلاقيت لا احنا عاوزين نخرج ايه بس الفرقة حلوة هو بيتعادل مع الاهل وشغالين لا والفرقة حلوة طبعا انا اللي عامل فرقة يا رب تبقى حلو وانا اكره يعني التعادل بتاع امبارح لا ينسب لرده شحاثا لا كابتن علاء ما انت اللي بتقولي انا لسا اللي عامل فرقة لا انا بقول انا مكون الفرقة فلما الفرقة تيمشي بشكل كويس مع كابتن علاء انا عامل فرقة كويسة ولكن الاساس ينسب فالكابتن علاء بيكمل اللي انت عمل بالزبط كده فاحنا ما اقدرش انا بحب بكابتن علاء جدا عامل راجل مفترم جدا واندرب لا ينسب بكابتن علاء طبعا ولكن انا بتكلم على ان انت عامل فرقة كويسة العناصر اللي هميني العناصر تبقى كويسة الناس شايفيها كلها كويسة يعني الناس بتكلم على رشيد لا عندك كلتش في نص الملعب لعب مؤسر جدا قالن لعب مؤسر جدا عبدالنبي مصطفى فوزي ازيزو سامير فكري اللعبها دي كلها بفرقتنا فاي حد بينجح فيهم ونجاح لنا كلنا ما هو نجاح لكن في النهاية يعني انت اللي مشكل فرقة فبالتالي انت كليك الدور الأكبر يعني في تحفيز او يعني تعويض اللعيب على سيستم معين او الحمد لله انا شايفهم لسه مسكين فيه وفي دي حاجة كويسة لا يبقى مصر عليه لا يبقى مصر عليه ودي حاجة كويسة بمعناه ايه اللي مصرين عليه في الدخل الهدوء اللي بلعبوا كرة على الارض مصرين اللعبوا كرة كويسة مصرين يبقى ليهم كاركتر الحاجات اللي دي كنا مهمة جداً كانت بالنسبان لازم يبقى ليك شخصية لازم يبقى ليك شخصية حتى لو فرقة امكانياتها قليلة حتى لو انا امكانيات قليلة عندي شخصية وعندي كارزمة وعندي اعرف اقفل الملعب ازاي واتحرك ازاي وفي عزمة يعني انت كنت متوقع ان الدخلية تتعادل او ممكن تكسب الاهلي قبل المطش انا كنت كسبان برامتز وكسبان الزمالك هو برامتز اقلم الاهلي والزمالك اقلم الاهلي اكيد لا فرقتين برضو اخويا جدا وكان الفرق هقول لك حاجة تانية البنك الاهلي تلاتة تلاتة مطش قوة جدا وعملين مطش هاي المقاولين لا سؤال بس انت فاهم كل دي مطشط مطش مبارح ده وانت حردك مشيت من الفرقة هل انت واكيد في العباب تتواصل معك لغاية دلوقتي هل انت كنت متوقع انهم ممكن يتعدلوا ممكن لا 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 عشان وضع الاهلي مش عشان عشان انت بتلعب مع الاهلي ولا علشان لا عشان وضع الاهلي اللي هو في دي وقت فانا كنت متخارن دخلة الاهلي في المباراة الاقوى من كده بكتير فكنت حاس ان الاهلي هيكسب طب ايه اللي خلاها ما تبقاش اقوى من كده عشان ما دخلوش باهتمام للمباراة يعني استهتروا بالفرقة ما دخلش بالنوع ما دخلوش كابتن هادي مثلا كان معايا قال لي المشكلة حاكتين الروتيشن الكتير التاكيرات الكتير اللي في الفرقة الى جانب انعدام الثقة عند اللعيبة في نفسه الروتيشن الكتير لو اللعيبة كلها جاهزة مش هيبه في المشكلة بمعنى لو اللعيبة كلها بتاعتك جاهزة وانت محضرها كويس ما تعمل الروتيشن كتير مش هيضرك حلو كده؟ فالجزئية دي مش هيدي المهمة فالجزئية المهمة في النادي الاهلي ان النادي الاهلي عنده حاجات اساسيات بالنسبة له لو فقدها بنفقد كل حاجة ايه هي الاساسية؟ الروح النادي الاهلي الروح الفنالة الحمر زي ما بيقوله يعني بشوف الكلام ده اكلاشهاد لا لا خالص بدليل ان العيبة النادي الاهلي لما بتفقد الجزء ده بتقل سبعين في المئة على الأقل وطول ما ده موجود وطول ما ده موجود وحتى فنيا قليلين بيكسبه لا اقول ان اكلاشهاد بقى دلوقتي لا عكس وقتكو او الاجيال اللي قابلكو طيب انا هقولك حاجة لان انتو كان عندكو امكانيات وروح الى جنب الجماهير لكن الوضع دلوقتي مختلف الوضع مختلف كل الفرق دلوقتي اللي في الدولة اللي عنده الروح بيكسب اكتر من الكورة كمان بس الروح تبقى موجود فانت اللعبة قريبة جدا من بعض دلوقتي بس انت النادي الاهل عندك حاجتين عندك مميزات الاهل والزمالك عندك مميزاتين الروح لو حتى النادي الزمالك لو النادي الزمالك تقريبا العناصر اللي موجودة هي بتاع السنة اللي فاتت صح او اقل لا اقل امام صح كده لا اشرف بنشرق انا بكلمك على بداية الموسيق لا مش بداية الموسيق احسن فترة للزمالك من بعد مطش اتنين اتنين مع الاهلي تمام من الزمالك العادي للزمالك العالي من مطش اتنين اتنين الاهلي من هنا بدأنا تقريبا بنشرق لها بكمان المباراة بعد كده ميشي الوقت ده الزمالك كان محافظ جدا ومتماز جدا ليه عشان تركيز وكانوا الروح عالية جدا والحماس كان عالية جدا وقافنا في نفسهم كويس لما اتفقت ده في نادي جماهيري بتنزل كدير كابتر رضا عايز تقنعني ان النادي الاهلي تراجع اداءه في ست مطشات ما كسبتش غير مطش واحد عشان الروح بس عشان الروح بس مختلف معك كابتر رضا الروح يعني الروح بالنسبة للعيبة ولا الجهاز الفني او كولر مثلا عنه الروح الاسلامي نادي الاهلي نادي الاهلي مره تاريخه من اول موعيت انا مش هتكلم عن الاهلي من ساعة ما انا ابتديت لحد النهاردة الروح الاول وبعد كده اي حاجة لو دي موجودة حتى لو لعيبة امكنات اقل هتوصل كويس وهتكسب كويس بدليل ان انا اللعيبة دي بدأ معايا السنة كويس جدا برضو العناصر اللي موجودة اللي هي انا النهاردة بنشتكي منها بدأ معايا كويس جدا جدا بس الروح مش يعني انت عايز تقنعنا ماشي الداخلية 45 ديه اللي في الاول النادي الاهلي كان فيه لعيبة عندها قلب وعايزين يكسبوه مدخناش 18 اصلا هتكسب ازاي دي مشكلة اللعيبة او مشكلة الجهاز او اللي دي هقدر اقول ان هي مشكلة الجهاز ده اداءه مستمر وفي بداية الموسم كان كويس انا مدير فني مدير فني الداخلية رضاش حياتها وبيلعب الزمالك ولا بلعب البيرامدز وانا شايف لعبتي ان هي مش قادرة تدخل ال 18 ورغم انها بلعب البيرامدز والداخلية او الزمالك يعني لكن انا بعمل حاجة برا هل ده بيبقى مشكلة المدير الفني ولا اللعيبة لا بداية الماتشة عندك دايما في مصر هنا اللعيبة عندك انت ممكن كمدير فني تتفاجئ بالاداء اللي بيحصل قدامك فجأة عندك خمس لعيبة او ست لعيبة مش في حالته التدخل بتاعك لازم يبقى بين الشرطين على الاهل هو عمل كده ولما حصل تدخل اهل اتحسن كتير في الشرط التاني وكان يقدر عنده فرص يجيب جونه واثنين صح كده ولكن لما الاهلي احرز هدف الاهلي حاس ان الماتش خلص وده اللي حصل برضه في ماتش سانداونز لما الاهلي جابوا الجونه التاني حاس ان الماتش خلص فبدأ يلعب الماتش هيخلص كده كده فبدأت المساحات توسع انت لو شفت الجونه اللي دخل في نادي الاهلي في ماتش الداخلية لو انت بصيت على اللعيبة العالي 18 هنا واللعيبة اللي هنا انا فيه ديانجلس في نص الملعب والنادي الاهلي فات بلعب في 70-80 متر وده لا يمكن يحصل لما فيه لعيبة بتهجم عالي 18 يبا لازم اللعيبة التانية في نص الملعب انت موجود في الهدف لو تاخد بالك في الناس تكلم اسلرامي ارامي طبعا غلطانا ولكن لو انا السردباك هنا طالع في نص الملعب من هنا كانت الكرة وقفت هنا الناس واخد اللقطة الاخيرة وده غلط انا دايما بشوف انا النهاردة انا اللي كان بشوت في الكرة دي كان افشى تقريبا صح اه بينه وبين ال 18 ستة سبعة يارضة هو بشوت ستة سبعة يارضة يقول بعده عشرين تلاتين يارضة لازم يبقى السردباكين وقفين هل كانوا وقفين لا لان الراجل في نص الملعب واقف الواحده ينجي ممكن يعمل فاول هنا ده مشكلة تاني اه ده واحدة عندك مشكلة تاني ده ينجي هنا لازم تقف يعمل فاول بعد كده بدأنا ننسيب ده كله ونتكلم على انه وقفت وقفت رامي كانت غلط بس انا بكلمك ان عندك مشاكل كتير جدا ان انت لازم دايما تلعب في 40 متر او 30 متر مسافة صغيرة عشان بساحة الجار يتقل وده مكنش موجود وده اللي خلى الاهلي يخسر او يتعادل المقش ده كابتن رضا هل انت مقتنع بكولر هاخد منك الاجابة بعد الفاصل بعد الفاصل مع النجم الكبير الكابتن رضا شهاته فيخوض الفري الاول لقرة القدم بنادي الزمالك مباراة مصيرية امام مضيفه بيراميدز في السابعة مساء الجمعة المقبلة باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابة الدوري المصري وطالب البرتغالي فريرا لعبي فريق الزمالك بضرورة تحقيق الفوز على بيراميدز واقتناص التلات نقاط من اجل العودة من جديد للمنافسة على بطولة الدوري الممتاز بعد فترة من سوء النتائج بمسابة الدوري وابلغ فريرا لعبي فريق الزمالك بغلق صفحة مباريات دوري ابطال افريقيا بانتهاء مباراته امام الترجي التونسي اللي اقيمت السبت الماضي في رادس ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بالبطولة من اجل الاستعداد لمباراة جديدة بالدوري المصري امام بيراميدز بحثا عن مواصلة الانتصارات بالمسابة المحلية بعد الفوز على اسموحه بتلت اهداف مقابل هدف الجولة الاخيرة من الدوري فريرا شدت في حديثه مع اللاعبين على ضرورة التركيز على تنفيذ التعليمات في الميران خاصة وان التدريب الاساسي قبل مباراة بيراميدز واكد فريرا لللاعبين على ان مباراة بيراميدز هتكون مفتاح العودة للمنافسة على القمة مشددا على ان بطولة الدوري لم تنتهي وبيتصدر الاهلي جدول ترتيب الدوري برصيد واحد واربعين نوطة ولي تلت مباريات مؤجلة وبيأتي بيراميدز وصيف بتمانية وثلاثين نوطة بينما بيقع الزمالك في المركز الخامس برصيد اثنين وثلاثين نوطة ولي لقاء مؤجل مسا مكملين مع النجم الكبير الكابتن رضا شحاتة الكابتن رضا هل مقتنع بكولر بمنتهى الامانة وما تحسبهاش في دماغك لازم تحسب ازاي مقتنع بكولر انه يكون مدير فني للنادي الاهلي ولا لا يعني هو بدأ بداية كويسة جدا مع نادي الاهلي قولي الاول اه او لا وبعدين فصلت هقولك اه انا مقتنع بس انا يعني الاقتنع بيجي بال يعني استمرارية المطشاط انت عايز تعرف المدير فني شاطر ولا لا لا استمرارية المطشاط اي حد بيبقى قوي بالاستمرارية بالظبط جدا وتدخلاته عشان اقدر اقول هو مدير فني شاطر او مش شاطر تدخلاتك وتأسرها يبقى انت مش مقتنع مؤسرة ولا مش مؤسرة لا لا مقتنع بس فيه مطشاط طبعا بيبقى فيها اه ما بفهمهاش اه الحاجة اللي ما بتعجبنيش اعجبها لك او بقى تدخل مستعجل اه براح الحاجة اللي ممكن ما تعجبنيش شوية انه دايما بناخر اه ان احنا عايزين نكسب لشطين ودي مش يعني مش من سماة الاهلي قوي ادي يعني تمام فدي ممكن تبقى هي فكره اللي هو انا بخلص في الشوق الاوي انا بخلص بدري يعني لو انا بالعب في نادي انا مثلا الدخلية جونا انا باخد مع الاهلي المطش الاخر من مصلحة انا اسيبه للاخر كل ما الوقت بيعدي المصلحتي باخد ثق ده اللي انا بقوله اللي عبت انا فالطبيعا ان النادي الاهلي يبقى العكس بتاعي ان انا لازم المطش يخلص في اول ربع ساعة انا بحس ان هو دايما ينزل ايه نعدي شوطة اولاني نشوف الدنيا فيها بعد كده نبدأ شوطة انا نبدأ ندخل في المطش مش هيسعفك الطرق ده مش هتسعفك في الاهلي كتير وممكن تقبلك مش شاك الفترة اللي جاي فلازم الحيطة دي انا وجهة نظري دي انا شايفها مش احسح دي لازم تتبير لازم يبقى داخل انا هكسب بدري عشان يخلق طيب دي اول سلبية عندك كورا دي اكتر حاجة انا شايف اتنين لا دي اكتر دي دي لوحيدة ده الكمنت الوحيدة انا شايفونا عراقته باللعبة كويسة تمرناتو انا بشوف الناس بتبقى وشوشة لكن الناس اللي بيقارن بينه بالموسماني لا انا بشوفه افضل من الموسمان افضل من الموسمان اه في التعامل مع المباريات خلي بالك بس الموسماني عنده حيط التوفيق اعلى ولا ازكى من الموسمان لا التوفيق اعلى موسماني التوفيق اعلى نمك كورا وطرق لعب لا كلها افضل طب هو يعني ايه التوفيق ماشي التوفيق ده بتاع رباس اقول لك التوفيق يعنيه بس هو انت كابتن حمد ده الرجل محترم جدا بس اقليه ماخنش معنا توفيق بس هو انت تخطيط انا اقول لك حاجة امتى بقاش معك توفيق لو انا النهاردة بلعب في تلت الاخير فرق الخصم اللي بتاعي النادي الاهلي بيلعب الجونة فالاهلي بيلعب في تلت الجونة الاخير وبيلعب على الاطراف وبيطلع بالعرض وحط بيحط بدماغه وبيطلع ده بقى هنا توفيق انما انت ما ينفعش النهاردة بقى انت اصلا ما بتوصلش وتقول لك ما فيش توفيق هنا اختلفنا لا انت لازم توصل وتوصل كتير قوي وتضيع عشان تقول لك ما فيش توفيق هنا ده ما فيش توفيق يبقى انت عامل شغل تاكتك وعامل جمل وعامل افرات وعامل استحواز وعامل ضغط على الفرق اللي قدامك مش عايزة تدخل على شغلك انا دايما اقول لعابة عندي ايه لازم يبان ان احنا فرقة كرة بتلعب كرة ده لازم توفيق وعدم توفيق مش بتاعتنا احنا بقى مش بتاعتك انت تشوت الكرة النهاردة من نص الملعب تيجى في العرض او تدخل مش بتاعتك بس لازم تشتغل ان انت تشوتها كويس لازم تشتغل ان انت تشتغل جملة كويس هالي خشبة كابتن هالي خشبة طبعا كان معايا من شوية قال لي جملة مهمة جدا برضو ان عدم وضوح الرؤية في مين الراسل الحربة بتاعها يعني شوية كهرباء شوية شهد الحسين شوية شريف شوية سعد بيرستاو بيلعبها ده عامل ازمة في الناحية الهجومية في ترجمة السيطرة لو انت مسيطر على المباراة سيرد باكين دفندرين او ستة لو انت بتلعب باتنين في نص المع لعب وراس حربة ده عامو تفكر بتاع الفرقة لو المجموعة دي مش سابتة بنسبة 80% هابع عندك مشكلة هو الراجل مش مقتنع بقالك انا ما عنديش راس حرب انا بكلم بالكورة قبل كده التصرحاته انا ماش دعو برد الموديل الفني مش دعو بلاي انا بكلمك بالكورة لو انت فرقة مش سابت عندك بنسبة 80% طب ردش حتى الموديل الفني للنادي الاهلي ماشي هتلعب بمين لا انا هجيب هجيب اصلا هبدأ الموسم براس حربة تسعة صريح لازم ببقى جايب يعني انت مش مقتنع باللي موجودين اللي موجودين يطراف مش راس حربة كلهم طاهر شريف مفيش راس حربة بيرستاو كلهم طرف مش راس حربة يعني الاهلي بيلعب بياخد كل المنافسات دي بلا راس حربة طبع يرجع بقى وما الشادي ده ايه لأ شادي خلي بالك شادي مستو ان هو راس حربة يما بيبقى تحت راس حربة او طرف من الاتراف انما راس حربة صريح لأ حتى في سيراميكا كان كده هو مين راس الحربة اللي عندك في الدوري اللي يقنعك في الدوري ريان سيراميك احمد ياسر ريان تسعة اه بس في النهاية مش النادي الاهلي ناصر منسي تسعة سيف جزيري في الآية الزمالكسان الموسم اللي فات الموسم ده مش افضل حاجة ولكن تسعة راس حربة انا بحاول اجيب لك او ييجي اللي ييجي باقي رشيد تسعة فيهم مين راس حربة مميز برضو اه مش وحش بس برضو مش راس حربة تسعة انا مش فاكر مين فاكري لكاي فاكري لكاي من راس حربة كويس بس يعني مش تسعة تسعة انا بشوف تسعة ده اللي هو عمر زكي انا بحب عمر سعيد جدا اه فعلا جدا جدا مالزمالك مشه ليه بقى ما عرفش فخر الدين من يوسف اه لا فخر برضو مش تسعة اه بس انا بكلمك على ان انا بحسن تسعة عمر السعيد انت بتتكلم اللي هو مواصفات اه راس حربة اه هل الاهلي من ساعة اماد متعب مبطل مع تازل ما جابش راس حربة اه ما هو انت المشكلة كلها انت عندك اللي بيبقى عندك جيل عالي قوي لما تيجي تبني بعده بتبعي زيناس توصله فابقى صعب اوي ليه يا كابتر رضو ما انت كان عندك عسام حسن طلع بعدي احمد بلال اه كان عندك احمد بلال طلع بعدي اعمد متعب رضو حتى كان طرف مش راس حربة ميش لكن في اسوأ حتى انت في مكانك مثلا الاطراف سيد عبد الحفيز كان يعني قبل سيد ابراهيم حسن بعد ابراهيم حسن كان سايب بيطلع كان سايب بيقعد يدعي ان ابراهيم يتوقف علشان يلعب ايوة هو بداية اول مباراة سيد عبد الحفيز كان في كاس مصر كان لعب باكرايد كان ابراهيم حسن موقوف كان بيلعب لتحاد سكندري الواحد انا فاكر تقريبا لكن انا بقول لحردك ففي اجيال استمرت اهو يعني عكس الكلام اللي حردك بتوقف بعد سيد عبد الحفيز اهل اهل جاب رضو شحاته مش عكس بقى بص اقول لك عاجل الاجيال اللي انت بتتكلم عليها دي الكرة في وقتها كان مختلفة تماما على اللي احنا فيها تبقى احسألك سؤال تاني مين رئيس حربة منتخب مصر دلوقتي مصطفى محمد بعد مصطفى محمد هتقعد مثلا عشر سنين ما عندكش رأس حربة تقدر تقول ان هو ده رأس حربة لالاجيال اللي طلع كلها ما تعلمتش حاجة صح؟ هل انت بتقول بعد هتقعد عشر سنين علشان المستوى اللي ظهر بيه منتخب الشباب او منتخب الشباب ولا بعد ولا بعد انت بتعدي ايه انت بتعدي ايه انت عشان تطلع النهاردة منتخب جديد عاش تقعد كم سنة؟ عشرة؟ مصطفى تقريبا عشان تطلع جيل مع التطور اللي بيحصل في افريقيا بقى مش في اوروبا كمان انت محتاج شغل كتير جدا ومحتاج تصرف كتير جدا عشان تطلع حد يواكب اللي الناس وصلته اصلا عشان ما يبقاش الفارق عمال يوسع ايوب دليل ان انتو جيلكم 2001 البرونزية 2003 بطولة افريقيا للشباب خدت التلب بطولات بعد كتير عتى عشر سنين انا اصلا هو اللي حصل بالزبط وكسب قرات ان انت عندك جيلين يتعد كويس قوي واحد وتمانين وتلاتة وتمانين الجيلين دول كابتن حسن شحاتة كابتن شاوه غريب خدوا ماتشات عدد ماتشات كبير جدا قبل ما يلعبه اي بطولة خدوا احساس اللعب الداولي لعبنا قبل البطولة كان سبعين ثمانين ماتش في التوتل كله كان يعني بعد حتى كان الله يمسيب الخير اللي هو حرب الضعشوري كان دايما بيفتخر بيكو ان انتو كنتوا لعبين ستين سبعين ماتش دولي وانتي الكابتن شاوه يعني يشوف الماتشات ألعب ألمانيا في ألمانيا ألعب مش عارف مين فين ما عنديش مشكلة يعني ما كانش يفرق معاي قوي وكان يفرق معاني احنا الجيل ده يتعود على الرتم وعلى الثقة وياخد سقة ويقصد سقة ده مهم جدا وده اللي حصلوا وحتى بعد كده لما الجيلين دول بدأ يتضموا على بعض على المجموعة القديمة الناس القديمة عندك جيل خد كل حاجة فهو ده انت بقى عندك هذا مش موجود دلوقتي وده مش موجود فانت بتقول النهاردة الجيل القديم كان بيعمل كان بيعمل طيب قطاعات الناشئين في الوقت اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو الجيلين اللي كان بيطلع عسامة حسني وعمد متعب ومحمد فاروق وحسام حسن ومش عارق ما ده اقول ده لعابة النادي الاهلي من المنتخبات من فرقة النادي الاهلي قطاع الناشئين هل انت متخال ان قطاع الناشئين جي لوقتي في اي نادي هيتطلع العدد ده تاني؟ مستحيل كابتر ده فرقة الزمالك في الفين و ايه الفين اعتقد الفين وخمسة ولا الفين وثلاثة شايلة من فارقه ستة صفر طيب ده اللي احنا بنقوله انت بتأكد كده كلام اه انا بأكد كلام حررتك واتغلبت منحرص الحدود الثلاث صفر مشكلة عم يخلمك على الزمالك والاهلي والاندي هل ده بسبب موضوع الاستثمار والخمسة تاعتين العيب والفلوس اللي بتدفع عشان تعيد العيب طبعا عندك حاجة مشكلة تانية في الكورة والاكاديميات هل الاكاديميات او مشروع الاكاديميات اللي اتعامل ده ده هل هو سبب الكوارث في الكورة المصرية اي حاجة مش تحت سيطرة الدولة هتعملك مشاكل اي حاجة مش تحت سيطرتك كدولة او مش دولة اه نقصد اتحاد الكورة يعني انها المؤسسة المسؤولة عنك طول ما انت مفيش حاجة انت مسيطرة عليها يبقى عندك مشكلة لازم تبقى مسيطرة علي كل حاجة موجودة ولازم يبقى لها سيستم ولازم يبقى لها متابعات ولازم يبقى لها طرق شغل ولازم انا بشوف مثلا قطاعات المنتخبات اي جيل هيتطلع هو انت رضا النهاردة قالوا رضا شاحتة هيمسك منتخب من المنتخبات الطبيعي ان انا هعمل ايه لازم اوتوماتيك انا عندي لنك مع المدربين كلهم بتاع القطاع او السن الي انا وبالعب بيه لازم يبقى موجود هيصدق مين فينا فلازم دايما نبقى في الانك بين المدربين المدربين الفنيين للسن المنتخب معايا عشان نقدر نوصل لخطوط عريضة خطوط عريضة مش اساسية نشتغل بها كلنا اه بس ما ينفعش اقول ان بعد يعني عزمة منتخب الشباب دي اطلع اقول ان الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقير الكابتن محمول جابرة ظلم مش هما اللي هيقدر يقول كده الناس اللي كانوا وقدين القرار اللي واخد القرار ان هم يبقوا موجدين هو اللي واخد او هو يقدر يقول يعني هو اللي يتحمل مسؤولية كم في الاخر في الاخر المدير فلن بيتحمل كل حاجة عشان كده انا برضو عندي وجهة نظر في الجزء ده لان انا بحس ان في ناس او فيه مديرين فنيين بيشتغلوا فبشوية ما تعملش وما تشطوا دي احاضر ما تعملش مش عارف ايه حاضر حاضر دي حاضرتك اللي هتشيل حاضرتك اللي انت انت صاحب القرار زي حصل بدري مسي تقريبا اه كان فيه حاجات سمعت حاجات كده انا مش في المطبخ بس انا لو انا همسك مدير فني منتخب وعندي طريقة وعندي شغل عايز اعميله وعندي عدد ماتشاط عايز اوصل لها لو المنتخب مش هيساعدني شكرا ما تخافش على المكان ما تخافش على الكورسي سيب ومشي لان انت هتمشي بشكل اوحش فامشي انا دايما كده انا عندي طريقة هنفزها والنجاح هيوصل بالحتة دي فلازم اعمله لو ما عملتوش فهيمشيني بشكل وحش امشي بشكل محترم افضل من بدري عايز ارجع للنادي الاهلي هل الصفقات اللي النادي الاهلي عملها مقنعة بالنسبة لك وهل هتفيد النادي الاهلي في الفترة اللي جاية وهل ادارة النادي الاهلي او لجمة التخطيط في النادي الاهلي اتعلمت من الموسم اللي فات فبدأت تجيب لعيبة فهل اللعيبة داية اللي جات هتفيد النادي الاهلي في الفترة اللي جاية المشكلة كلها في نادي الأهلي أو الأندية في مصر المتاحة منه برضو يعني اللعيبة المتاحة بالنسبة لك لأن الأهلي والزمالك قبل اللي بيحصل دلوقتي قبل بيرامدز وقبل فاركو وقبل الأندية اللي بتصرف دي الموضوع كان منحصر بين أهلي وزمالك إنت تقدر تجيب الأعيب اللي إنت محتاجه سجعت لك فترة أمبي وبتروجيت يعني في الفترة اللي إنت كنت بتلعبه فيها ما كانش فيها برضو كان الأهلي أهلي برضو زمالك زمالك كان لهم تقول لهم برضو ولكن التقويد اللي إحنا فيه ده لا اللعيب بقى بيفكر بشكل مختلف يعني الأهلي والزمالك فقدوا برقوا ما بقوش جاذبين لله اللعيب يروح يقول لك أنا هاخد عشر مليون في حتى تانية والدنيا تبقى هادية لأن فيه اللعيب برضو تحت ضغوط بيتأثر بدليل أن معظم اللعيبة اللي بتجي نادي الأهلي بتتأثر أو نادي الزمالك وفيه لعيبة بعيدة عن نادي الأهلي بتتقلق لأن الضغوط إسلام صعبة جدا صعبة لدرجة أن الآيبة بتطلع تعتذر على الهواء تعتذر عن إيه يعني أنت طالع تعتذر الجمهور عليه يعني أنت ضيعت فرصة ما تركز أسيدو هاد جون واثنين وثلاثة وسكت الناس كلها إنما طالع تعتذر يعني أعتذر على الهواء أرتوص كان محمد شريف ما عجبتنيش خالص صراحة يعني أنا بشوف أنت رد أنت النهاردة وأنت محمد شريف وأنا في النادي الأهل وجاب عشرين جون في السنة اللي فاتت شايلينك للناس كلها على دماغ ولما مطش الزمالك جيبت جونين والناس خلاص بتنسى كل حاجة أنت دايما موت نفسك بس في الملعب هقول لك حاجة أكرم توفيق قبل الإصابة هو أكرم كان بيجيب إجوال؟ لا بس القلب بس الناس بتحس أكرم ده حالة مختلفة لا أقول لك إسلام بص إسلام يعني أكرم ده أنا بعتبره زي استكمال أو امتداد لأحمد فتح ماشي النادي الأهلي نادي الأهلي بالأخص اللعيب اللي بيموت نفسه في الملعب حتى لو مستواك أقل مفيش مشكلة تمشي بس الناس تبقى حاسة أنت ميل طالع منك هي كده الروح بس بتعمل حاجة أه يعني دايما عندنا برضو في مخولة كده ما تمشيش كورة تمشي جدعانة أعيوة ما تمشيش كورة تمشي جدعانة لو ربنا مش بديك الموهبة كبيرة أه إنما بالروح أنا لعيب كواس جد ولكن النهارده مش يوم كفنيا يعني كورة مش ماشية معي عندنا حاجة في الكورة كده مش ماشية معي أجري أكيد مش هتموت مجاري عندنا يعني أجري فإنما لما تفقد بقى الجزء ده فالناس هتبصلك على كل حاجة كم لعب في الأهلي مش هاجد عنها كان أكرم بس والسولاي وديانج بس ديانج دنيا أهدى شوية ولكن دي وحفتحي عمدي فتحي مش عايز أنسى حد وحسيني الشحات في فترة الأخيرة أنا بحاول أفتكر الناس اللي عايزة اللي هي بتقاتل شادي بحاول بحاول طول وقت شادي شادي حسين آه كهرباء شادي حسين عبد المنعي بدأ بداية كويسة معنا الله ثم تراجع ما فيش حال بسبب عدم اعتماد بولر عليك ما عندكش رفاهية التراجع ما عندكش رفاهية أن أنت في النادي الأهلي أو لندك أن أنت تريع قلت لك تريع شوية موت نفسك الناس تتهد إنما اللي بيعصب الناس أوه في النادي الأهلي لما يحس أن أنت مش ما موت نفسك دي كرسة بالنسبة لها كرسة طيب ما كلمتنيش عن الصفقات صفقات النادي الأهلي يعني كم لاعب من من النادي الأهلي يعني ضمهم هيفيدوا النادي الأهلي في الفترة اللي جاي أنا شايف مروان أعطي أفضل حد ممكن يفيد الأهلي في فترة اللي جاي بس تقريبا ده الوحيد اللي حسه يقدر يبقى لعب كويس ولكن أدواره مش هتحسها قوي يعني هو عارف اللعيبة اللي بتبقى مظلومة في الفرقة أدواره مهمة جدا بس مش تبقى محسوسة للناس أو مش مؤثرة في التلت الأمامي أنا بيكلمها كالناس اللي هتبقى مؤثرة عندك في الجزء الأمامي اللي هو بتدوير الكورة والسيطرة والسيطرة واللعب وطرق اللعب كندوسي كريستو لا لسه بدري هو الأهل ضمن قندوسي علشان الأهل محتاجه ولا عشان ما يروحش الزمالك لا الأهل ما بيضمش عشان الزمالك خالص فعلا أنا متأكد من معلومه يعني الأهل بيتجيب عشان هو محتاج حد في الحديد هو الأهل محتاج اللعب بس هو الأهل محتاج حرس مرمو محتاج لعب عنده يعني موجود شناوي وموجود علي اللطفي ومصطفى شبير لا مفيش حتى المتاحمين برضو من أفضل من اللي موجود رب الجبل أنا لا مش أفضل من اللي موجود بالنسبالي أنا أنا يعني من الحارس المرمو التاني اللي بحبه جدا وبشوفه موهبة كويسة الشناوي رحمة الشناوي برمت آه طبعا مميز جدا موهوب جدا يعني أنا بشوف ده حارس مرمو يعني ده أفضل حارس من وجهة نظرك ممكن ينافس المحمد الشناوي آه يعني خلينا كلامك منتهي الوضوح على اللطفة حارس موهوب جدا تمام جدا ومحترم جدا نفس الأمر بالنسبالي مصطفى الشبير يعني مش عايز أدخله في الحتة دي لأنه هو لسه هياخد وقت آه حارس صاعد فمش هينفع أن أنا أدخله فيه من نفسه معه لكن على مدار تاريخ النادي الأهلي كان فيه إكرامي وسابت تمام كان فيه شبير دايما النادي الأهلي كان فيه واحد بيعمل إزعاج للحارس الأول طبعا لازم النادي الأهلي بقاله فترة ما عندوش ده هلا أحمد الشناوي حارس نادي بيرامدز هو الحارس الوحيد من وجهة نظرك اللي ممكن يهدد محمد الشناوي آه أنا مقتنع بيه جدا من زمين على فكرة نعم هو كان حارس بس تراجع فترة ده لكن هو ده فكورة أيام منتخب الشباب كان مين حارس مرة ما كانش بيه تراجع ونجوم كبار ده طبيعي ده فكورة ده فعور فكورة يعني ولكن هو جون موهوب مش مصنوع أو مش مؤدي لأ هو موهوب عنده موهبة أي برضو بيعمل حاجات أوقات سهلة بتدخل ولكن ده عادي فكور النجوم العالم كلهم بيعملوا كده ولكن ما كانش هيمشي من الأهل بمعنى؟ يعني لو كان هيرجع ما كانش هيمشي لو كان هيرجع ما كانش هيمشي؟ ولا طالعا ما ماشي ما هي 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 لا لا في فرق ما بين انه يمشي في حتة معينة شريف في الآخر تحط في حتة رمضان صبح سواء هو يعني ايه بقى ده حتة رمضان صبح هقولك يعني الشريف يتحط في حتة رمضان صبحي؟ هو منوش علاقة بالقصة ولكن هو تحط فيه هي اتاخدت في سكة شريف يعني يعني ما عرفش وصف لي هو مش في وقتها حتة رمضان صبحي طيب هو مش في وقتها ايه الحتة بتاعت رمضان صبحي؟ ان هو اخل منك الإجابة على الفاصل بعد الفاصل مع النجم الكبير الكابتن ريدا شهات لسا مكملين مع النجم الكابتن ريدا شهاتها كابتن ريدا ايه بقى الحتة اللي راح فيها رمضان صبحي؟ لا يعني حتة انه هو مش من نادي الاهلي يعني يتحرك من نادي الاهلي انه مش من الاهلي ولا انه راح ببيرامدس انه مش من الاهلي اه رمضان لما تعرض عليه نادي الزمالك انا معرفش حراكة عارف المعلومة ولا يعني هو مش عايز يخسر جمهور الاهلي وعنده امل ان يرجع النادي الاهلي انت ايه رأيك؟ مين اللي ياخد القرار؟ لا انت حردك ايه رأيك؟ ايه رأيي؟ لا يعني بلاش رأيي لا لا لازم لازم ااخد رأيك لو انا مسؤول في الاهلي اه مش هيركة مش هيركة خلص لا تنصحوا يروح الزمالك ولا يفضل في بيرامدس؟ اه انصحوا يفضل في بيرامدس ليه؟ انشاء لو ما انجحش مع الزمالك يبقى عنده مشكلة يعني تبقى الامور بيرتصعب من كل حاجة انما في بيرامدس الامور قهد بمعنى؟ بمعنى انت لو رحت الزمالك لازم تنجح ما عندكش رفعية ان انت ممكن تبقى مواسطا او مش افضل حاجة لو رحت بيرامدس حقك في البداية اه 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 او ما خدتش بطولات فما حدش فاخد بي تخسك كتير قوي اه تفهين ما نقصه ضيه فديه هتك لكن في الزمالك انت لازم تاخد بطولات لازم لا ولازم تيبقى مؤسر جدا بس هو هيبقى مؤسر جدا الله أعلم ده انت بتجيب لعبك كويس او عادتك لا مضال هيب كبير لعب كبير انت ممكن تجيب لعبك كويس جدا وميفيدكش عادي جدا وفي لعبة كتت مؤسرة جدا فانديتها وجاتلك ما عملتش حاجة اهل وزمالك اه فموارد فهي مخاطر تفهين ما قصو ديه؟ مش معناه ان انا عشان ما يفيتش زمالك والله الناس عشان ما تفهمنيش غلط انا ما عنديش مشكلة خالص انت اهلاوي اوة كابتر ريضا اخصر بالله انا اهلاوي جدا بس انا والله العظيم بحب زمالك جدا كنادي ايوة كنادي بس مش عايزه يستفاد بناعم زي رمضان صبحي والله العظيم والله العظيم ابدا والله العظيم ابدا والله العظيم انا بفكر لو انا مكان رمضان هحسبها كده انا لو روحت النهاردة الزمالك وما نجحتش وانت لازم تحط الافتراضين انت مش هتنجح عبدالله كان عايز يروح الزمالك ليه برضو كان هيعمل برضو كانت تبقى فيها نفس الرزك برض بس عبدالله بس عبدالله توقيته في اللاب قل كتير خلاص غير رمضان رمضان لسه عنده مسافة طويلة للشغل معناه ان هو ممكن يعود لو ماخدش بطولة السنة دي ممكن ياخد بالسنة الجاي فان الزمالك لو ماخدش السنة دي الزمالك هيستحمله لا فاهم انا اقصده ده اللي اقصده ان الجمهور في الاهل والزمالك ما بيستحملش اللعيب لازم تنزل تدور على طول وتسمع وتكسر الدنيا لو محصلش ده هتخسر كتير قوي ده اللي اقصده الباب تقفل في وش رمضان صبح لا تتكلمني لو انا المسؤول ايوه ايوه انا بكلمك ما عرفش في لا ممكن وارد يرجع وفي وش شريف اكرامي لا شريف لا شريف انا اشاف شريف محترم جدا وخرج بالشياكة وطريقته لا بقى وما بيغلطش في نادي الاهل وشخصية هادية جدا هو رمضان بيغلط؟ لا لا انا بكلم خروج مختلف لان الاهل مخرج شريف رمضان هو اللي خارج هي دي نقطة الفرق بين الاتنين رمضان لا ما رمضان مقدب جدا بس القرار صعب على الان هو رمضان مغلطش برضو هو خد قرار خد قرار من وجهة نظره صح طبعا انا كراجل اهلاوي وراجل مشجع ده قرار بالنسبة لي غلط انا مش مكانك ليه احنا مش مكان بعض ايوه ليه بتحكم عليه ان خلاص ايوه عشان سابي النادي الاهلي ومش طب هو بيشوف مصلحته صح حقك صح انت عارض علي المسال مبلغ غليل وانا يعني ايه انا انا مصلحة النادي انا بكلم عنك كجمهور بقى ماشي انت جمهور انا كجمهور ندي الاهلي انا مش مستفيد اي حاجة لا باخد فلوس انا بشجع فريتي بس فعايز الناس كلها تبقى زي منتمية منتمية حطها تحت منتمية دي ميتخط انت مش منتمي يبقى متلزمنيش كجمهور نادي اهلي هو سواني بس هو الراجل منتمي مبروء حال اثنى لو ما فيناس اتعرض عليها في نادي الاهلي فلوس كتيرة ورفضت وكمل زى من ابو تريك ومين تانى ايه انا بتمش عايز المسال جبتلك المسال ايه 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 هل انت حصل معك ده انا في وقت اه اه انا ده انا جايب الفلوس اقل طبعا لارقام علية تلات اضعاف اللي انا اخدتوا في الاهلي فين في نادي وما روحتش دعني اشقول والله اسمها هنا في مصر هنا في مصر وحاجة بر وما روحتش لا قول لي والله العظيم حاجة في مصر وحاجة بر وما روحتش بس هولك حاجة بس كابتال رضا ايه انت بتقول كده بس عرا شان يعني انا هبعت لك الفاكسي لما روح اللي كنت كم منين فالمانية لا انا بتكلم عن الناس لا هنا لا هنا مش اقول بس انا بتكلمك سيبك من الرضا خالص شردي يسألり واضح شردي يسأل سيبك من رضا خالص شر 85 لا 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 باي من من الدئ عاشا الناس هي تاخدها والفك perquè الناس هي تاخدها والفك الناس هي تاخدها و في سك ما شوّا عدم الرد ده هو تأكيد انه هو كان لعرض من الزمالك انا مش عايز الناس تاخدها فسكة ان رضا بيقول انا سيبت عرض انا مش بكلم في كده انا بكلم اني انت انا كراجل انا manifestations مش كمثال يا اسلام انا كراجل المشجعين بياخدوا فلوس نادي الاهلي جمهور بياخد فلوس لا ميت عشان خطر النادي ولا لأ ايوه بس الاختراف بيخلي اي لعيب يتنقل لاي مكان تاني انا حر انا عم في الاهلي حقك صح حقك صح انا عندي مصاحة انت النهاردة نادي عرضت عليك عشر قروج حل جايلي من حتة تانية اربعين قرش حل طب ايه بقى ايوه طب وانا كجمهور بموت عشان خطر النادي على عيني وراس طيب استفدت ايه وهو الجمهور هيأكل لأولادي لعيب الكرة يعني حلص وانا رفضك حانا برعب لفترة معينة لا وانا بحق ارفضك انا بحقك يا جمهور ارفضك برضو انت مش خدت قرارك انت المناسب بالنسبالك والولادك ومستقبلك حقك صح كده انا كجمهور حقي ان انا قبلك او ارفضك حقي ايوه بس هو النادي الاهلي مش بيعاني من ساعة ما مشي عبدالله ورمضان ولا الاهلي معناش لا يعني فنيا ان في لعيبة لا والاهلي بياخد بطولات الامور ايوه بياخد بطولات ماشي على العيني ورس لكن انت بتجرب لعيبة كتير جدا عبدالله ومين عبدالله ومين تانا ورمضان وفتحي حلو قوي تب مع ابو تريكا بطل وبركات بطل والخطيب بطل وكابر طارب زيد بطل وحسن حسن بطل ايه هنعمل ايه هنشتغل اللي بعده ماشي وتقفش على حد يا اسلام ما عندناش الكلام الف سلام اللي عايز يقعد في الاهل اهلا وسلام مش عايز يقعد اهلا وسلام برضه موضوع بسيط والله بس انا بيقبها لك كجمهور في الاهلي انا بقول لك كجمهور الاهلي ما فيش حاجة اسمها كده اللي عايز يمشي يمشي النادي الاهلي والناس هتيجوا هندوروا هنشتغل او البعض يردد ان الاهلي بيسهل جدا ان يستغنى عن ابنائه ابنائه وانا مش فاق وانا يعني سالي مش فاق يعني ان فيه مش يعني مسال حسام عشور مش عارف مين الاسماء اللي هي طيب تمام طيب انا كنت باكلمك من شوية كجمهور النادي اهلي صح اه اكلمك كعدو مجلس ادارة اه انا راجل مسئول بقى بشط طيب المسئول ده اهلي فلوس دي بتاعتي بتاعت النادي دي بتاعت تتخصيني ولا بتاعتك بتاعت النادي مش بتاعتي مش من حقي نمية عمومية واعضاء دي لها فلوس صح الفلوس اللي بتخرج دي مش هانا صاحب القرار فيه النهار دا لو انا هسيب العيب يقعد مبطل او انا شايفه مش محتاجينه فنيا واسيبه يقعد سنتين ثلاثة عشان اديله فلوس مش فلوسي اصلا ايه بتاخد القرار دا لو دي حاجة خاصة بي انما ده فلوس النادي الاهلي لازم تبقى عارف مين يستحقها ومين ما يستحقهاش عشان مش هجاملك ده شغل الشغل وفيش مجاملات انت كده عايزنا جامل وده فش شغل ماش موجود وفيش حاسمها كده مفيش تعاطف في الشغل مفيش تعاطف في الشغل الشغل شغل اللي هيفيدني اهلا وسهلا اللي مش هيفيدني يطلع بره ما فيهاش مش يطلع بره بأهانة يعني يطلع بره انا مش محتاجك شكرا انا محتاج لحد التاني خلاص ولو انت بتحب النادي الاهلي هتفهم ده بدليل ان في الناس برضو خرجت بنفس الطريقة والامور سهلة جدا والامور بسيطة وفي ناس خرجت زعلانة ايه الفرق بالاتنين بنفس الخروج بس في ناس فهم القصة وفي ناس مش فهم القصة انا من الناس اللي فهم القصة ده شغل النهار ده انا رحت نادي نادي اشتغلت فيه ومش عجبه هيقول لي ايه شكرا شغلك مش عجبني خلاص تحقه انت كده عايز تاخد حقه من حقوق النادي او من الناس اللي بيديري المنظوم وده غلط ان انت تجامل لعيب او انت عايز تسيب لعيب سنتين ثلاثة عشان هو طبيعي تد النادي الهلي وبعدين هسألك سؤال هل انت بتدي النادي الهلي ببلاشة هم في حد بيلعب ببلاشة لا طب خلاص وانت عايز نسيبك ليه هم وانت استفدت استفدت علاميا واستفدت جماهيريا واستفدت فلوس واستفدت كل حاجة هم وانت اسمك النهار ده اللي انت بتتكلم به ده وان انت بلنة هاردة بتقول اللازم افضل ده اسمك جبته منيه انت بلنادي لايان خلاص ماده فلوس ده قيمة وانت بتشتغل لحد النهاردة وهتشتغل لحد اشتغلت اشتغلت مدربة اشتغلت ولا 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 ده النادي لايان اكled على عشان النادي الايان ريضة شحياتها بيقول ده عشان يشتغل في النادي لايان والله ابدا عمري لا طلبت ولا هطلوب ان انا اشتغل في النادي لايان ولكن النادي لايان لو احتاجني في اي وقت umm that way اشتغل في النادي الاهل طبعا ما ساعده اي وقت النادي الاهل يحتاج ان انا ساعده انا موجود طبعا داخليا او بره واوقات وانساعده احنا بره نساعد اه طبعا في اراءنا في حاجات هل في لعيبة مسلا معينة انت رشحتها للنادي الاهلي طبعا زي لعيبة بنتسئل عليها زي عليها قبل مئي يعني ممكن حد يبقى قريب من رضا لعيب فبيسأله عليه انا قدر اقول له اللعيب ده يفيدك دلوقتي او يفيدك كمان انت لو عندك لعيب كويس في الفرقة لا مش هقول ان ادي الاهل عليها يعني ممكن تتصل بحد في النادي والله لا يمكن ما حصلت ولا هتحصل طبعا او لعيب مسلا مسلا ده بيني وبينك لعيب مسلا جاله عرض من الزمالك فانت اعرفت ان اللعيب ده جاله عرض من الزمالك او بيرامدز اقول اسماعيل اقين كان عشان الناس ما تمسكش في الزمالك فانت اه انت راجل الاهلاوي تمام ومدير فن الفرقة دي فممكن تقول للمسؤول مثلا في النادي الاهلي خد بالك ده الزمالك بيفوضوا فالعيب ده كويس فخدوه افضل ما الزمالك ياخدو او افضل ما يروح التانية تمام بص يعني امنتك او خبك لنادي الاهلي يدفعك لده هقولك انا اشتغلت في الجونة واشتغلت في الداخلية يعتبر ثلاث سنين حلو كده اشتغلت حوالي مع حوالي ستين سبعين لعيب اسأل اي حد من ستين لا او سبعين لعيب انا اول قرار بقوله للعيب هو هينجح فين انت طريقتك تنجح في الزمالك مانرجحش في الاهلي لان هنا سستم وهنا سستم قلتال حد اه لبين لعيبة فاندية مش اهله زمالك في سراميكا وسآت يعني انا حد من اللعيبة انا مش قول اسمه يعني يكلني اقولين لبرامتز وجيل البنك الاهلي لعيني طبعا انت قلته لبنك الاهلي قلته لبنك الاهلي خوالله اي عرفك اه طب ليه عشان انت بتحبش برامتز لا destان مش هيلعب في البرامتز هيلعب في البنك لا هو بيلعب ways ng achievements عشان يلعب في البنك الاهلي هيلعب انت مهم تدور انا مثلا انه هو لوما اسألني على الناديين. انا شفت السردباكات هنا وشفت السردباكات هنا. هنا فرصة لعبك تسعين في المية. هنا فرصة لعبك عشرين تلاتين في المية. لو جالك عرض للتدريب في نادي بيرامدز توافق ولا لأ? ده وافق اه وافق. توافق. اه. ليه المشكلة? عادي. مش فائل. اه اخ سابق انه كنت شوافق. اه. طزك محمد الجزارة. مش اقول لك. ماشي. بص مصلحة اللعيب الاسلام اهم. اه طبعا. والله العظيم اهم من اي حاجة. واسأل يعني الكلام ده اكيد انت احنا الكورة ما جال مفتوح. اه طبعا. فانت اكيد عارف. بس هلازم الحوار. لا لا ما انا معاك. معلش انا استحملني في الاسلام. لا يا عمي. اكل سؤال بالنسبة لي. الزمالك. ازمته الفنية في ايه? اه فقد اللعيبة اللي خرجت. مميزة جدا. واللي دخلت مش زي اللي خرج. هم. فعمل كمان عندك مشاكل كده بيحصل. فكل ده بيأثر طب. ده لعبة كورة في الاخر. احنا بنقول في الكورة لازم الاجواء تبقى هادية ولازم يبقى عندك استقرار ولازم يبقى عندك استقرار مادي ولازم يبقى عندك اللعيبة القط اللبسي مقفولة ولازم تبقى هادية ولأ. تقريبا ما عندكش حاجة ما عندكش حاجة من الحاجات دي فهتنجح ازاي? هم. هزا مالك نجاح والموسم اللي فات ان الدونك هتقفل قوي. صح؟ بنجح. كابتر رضا واخد او خدت حقك داخل النادي الاهلي بقدر عطاقك وانت لاعب؟ بقى واخد حقك وزيادة. اه طبعا لانا النهاردة بشتغل باسم يعني يعني اريضاش حاجة يعني مرتبط بالاهلي. فده حق يعني لسه باخد حق الحد نهاردة. انت مش خدش حقك اللي فيها ده انت بتاخده الحد ما هتبطل لحد ما يعني ربنا افتكرنا هناخد حقنا من ايدي بناخد من ايدي الاهلي طبعا. لا ربنا اديك صحة وتزداد نجومية في التدريب بإذن الله. خلينا نروح لفقرة نمبر وانه بنعرض لك ثلاث صور تختار الافضل ما بين. لا والله خالص كنت. افضل لعب في مباراة الاهلي والداخلية. كهرب. افضل مدرب درب منتخب الشباب شاوي غريب حسن شحاتة ربيع سيما. انا متعاملش المعكا بتنشاوي وانا بنسبالي شاوي غريب في حتة تانية. افضل ظهير ايصر للاهلي. جيلبرتو سيد معوض. سيد معوض. سيد معوض. افضل ظهير ايصر للزمان. في التلاتة. عبدالشافي احمد رمزي. ما حضرتش كابتنا احمد يعني ما شفتوش. عشان برضو يعني. فتك كتير. اه يعني. انا برضو عشان. والله يبجد فتك كتير. انا بحضرتش مننا ما حضرتش. بس انا بحب عبدالشافي وطوة الاتنين بحبوك. اختر لي واحد. عبدالشافي. طبعا. افضل محترف في مصري بعد صلاح. طبعا صلاح على جانب. زيدان ميدو. احمد حسن. ميدو. افضل لاعب لاعب للاهلي والاسماعيدي. ثلاثة. اختر واحد. والله ثلاثة كويسين جدا. يعني. كانوا كويسين جدا هنا. وكويسين جدا في الاسماعيدي. واحمد فتحي. وعبدالله لحد النهاردة في برامدز مكسرين الدنيا. كويسين جدا لحد النهاردة. بعيدا ان احمد فتحي شوية مالعبش. ولكن احمد فتحي. لا مهم جدا. وعبدالله لعيب هايل. هايل. يعني برامدز مغنى. عبدالله هيب عندها مشاكل كتيرة جدا. الاهلي عانى من غير عبدالله. عبدالله. اه طبعا عانى شوية. يعني عانى. افشا ملا فراغ عبدالله سعيد. لا. لا. فانا؟ اه. ليه؟ عبدالله ستايل تاني خالص. ستايل تاني تاني. تتفرج على عبدالله لا. مع عبدالله ممتع. بعيدا عن الحاجات اللي بيعملها جماعة. شغل التاكتك في الملعب. بتعطي تفرج على عبدالله مشكلة. يعني عندما كنت بلعب برامدز عندي مشكلة مع عبدالله. هتمسك نين فيه؟ طول عمر كده من أيام لما كان في الإسماعيل. من أيام كان مسبربه عليك. ستايله كده. اه. رتمه طريقته هو لحد ما قادر ما مغيرش حكا. الله عبدالله ما تخيرش. عبدالله عبدالرقت في الجونة. نجيب. يعني التلاتة حبايبي. بس نجيب حاجة حالة فريدة في كرة القدر. والله. حالة فريدة. مخلص. التزام وإخلاص وروح وجدعانة. وكل حاجة كويسة في لعب كرة ممكن تقولها. هتقولها على نجيب ونور السايد. أفضل لاعب دربته في الدخلية. أفضل لاعب. التلاتة كويسين. سامير فكري كان مؤسر جدا. بس أنا بقولك كريتش ده هيبقى حاجة معدية. يعني من دلوقتي أقول لكم. كريتش ده تنصحه. يلعب في الأهلي ولا الزمالك؟ ولا أهلي ولا زمالك. والله. أه. لأنه هو محتاج عدد مطشاب كبير. فمش أخدها هنا ومش أخدها هنا في التوقيت ده. يعني للأهلي ولا الزمالك يتعاقدوا معه؟ محتاج سنة سنة كمان في نادي. زي الدخلية يفضل يكمل لعب. بعد السنة دي يدخل في نادي أهلي أو الزمالك. يبقى حاجة كويسة جدا. ونظرك فين؟ اللي ينفع معاه؟ هينفع الاثنين. يعني الشوطر اللي هيقدر يقدر. طيب. أفضل مدرب اتدربت معاه؟ كل واحد عنده ميزة خطأ يعني ميزة مختلفة يعني. حسن مجاهد بأقل تكلفة و بأقل فلوس يقدر يخليك تلعب عشان. كان عبقاري. عبقاري في الحتة دي. الله يرحمه. الله يرحمه طبعا. شاوي غريب يعني أنا بقول له أبويا. بس أنا بتكبر شوية معلش يا جابتين شاوي. بس يعني حاجة برضو زاكي جدا. زاكي جدا في قريات الفرق. زاكي جدا في دي. وزي جراء قلب. ودينة تعلمتها منه صراحة. ما عنديش حاجة بك عليها يعني. يشتغل شغل صح يا بلاش. لكن فنيا. فنيا. بتكلم على جوزي فنيا. لا فنيا كويس شاطئ. بس ما هي الفنيا الجراء. يعني هو شخصية أكتر منه. أنا بتلحده كشخصية أكتر. كشخصية أكتر. لأنه بدليل هو ما ننجحش مع أي فريق. كشخصية أكتر. وخلي بيلك الجيل اللي كان معاه برضو كان. جيل مرعب. أه طبعا. والأندية كل لها ما كانتش أفضل حاجة برضو. في مصر. يعني مش في التقويت اللي حنا في ذلك. يعني ساعد مانويل جوزي. أو الإنجازات اللي عملها. إن كان معاجل قوي. طبعا. وفي نفس الوقت ضعف المنافسين. كان مين المنافسين أصلا. عيداً على الناد الزمالك يعني. كان مين بعد الزمالك. كان أمبي. كان أمبي. أمبي. وأمبي بقعت فترة برضو من أربع سنين كده بياخد كل حق. يعني دخل خات كاس مصر وبيلعب بأفريقيا. وعشان أمبي بس كان برضو بيصرف شوية. إنما الله يرحمه كابتن طوها يعني. من الناس المترمين. وكابتن يحي أسمعين برضو. طبعا الله يرحمه. فالتنين عملوا برضو فترة وطفرة. تلعات في أمبي. طبعاً ثلاث سنين. خدنا كاس مصر فيها. والأبنة بطولة عربية. اللي هي البطولة اللي خدتوها من الزمالك. خدناها من الاتحاد. من الاتحاد. أه. لكن ما كنتش موجود مع الجيل اللي خد من الزمالك كاس مصر. لا ده كان عادل مصطفى بقى جيل عادل مصطفى. وابو العلا وابو ظهر السقل. أه ده جيل تاني بعدين. أه بالظبط. ده حاجة تاني. كان مجد عبد العاطي وعبد الحميد حسن. وسامة حسن. كانت فرقة قوية جداً. جداً جداً جداً. صراحة. كابتر رضا شحاتة أنا سعيد إن أنا يعني قعدت قدامك وحواتك. حبيبي ربنا يخليك. وأنت عارف أنا بعزك على المستوى الشخصي. نعم بتسأل أسئلة كده من المتاحك. والله ولا أسئلة ولا حاجة. بس أنا بحبك. حبيبي ربنا خليك ده شرف. حبيبي أسلام ربنا خليك. كابتر رضا شحاتة. بكرة حلقة جديدة في البريم وتصبح عليك.